السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب العزاء طلاب الصف الرابع في درس جديد من دروس اللغة العربية عنوان الدرس كان وأخواتها الجزء الثاني أهداف الدرس يتوقع من الطانب في نهاية هذا الدرس أن يوظف كان وأخواتها توظيفا صحيحا يعرب كان وأخواتها إعرابا صحيحا إذن درس اليوم كان وأخواتها كان أصبح صار درسنا في الحصة السابقة الجملة الإسمية واتفقنا أنها مكونة من ركني المبتدأ والخبر وأن المبتدأ والخبر مرفوعان وعندما تدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية فإن المبتدأ يبقى مرفوعا ويسمى اسمها أما الخبر فينصب ويسمى خبرها كما في المثال التالي كان الشتاء باردا انتبهوا معي أعزائي الطلبة إلى هذا المثال اقرأوا الجملة كانت الرحلة ممتعة ما الفعل الناقص في هذه الجملة؟ كانت أحسنتم وما اسمها؟ نعام الرحلة ونلاحظ أن اسم كان مرفوع وما خبرها؟ نعام ممتعة ونلاحظ أنه منصوء كما تلاحظ إضافة تاء التأنيث إلى الفعل كان لأن اسمها مؤناف عبر عن الصور موظفا كان أصبح صار يمكنك طالب العزيز إيقاف الفيديو والتعبير عن هذه الصور بمفردك ومن ثم أكمل الفيديو لتتأكد من صحة إجابتك الصورة الأولى كان الاختبار سهلا ما الفعل الناقص في هذه الجملة؟ أحسنتم كان هل لاحظتم أن اسم كان مرفوع وخبرها منصوء؟ الصورة الثانية أصبحت الشمس مشرقتان ما الفعل الناقص في هذه الجملة؟ أحسنتم أصبحت وما اسمها؟ أحسنتم الشمس ولاحظوا معي طلاب الأعزاء أن اسم أصبحت مرفوع وما خبرها؟ أحسنتم مشرقة لاحظوا معي طلاب الأعزاء أن خبر أصبحت منصوب الصورة الثالثة هيا عبروا أحسنتم صار التنقل باستخدام المتر سهلا ما الفعل الناقص في هذه الجملة؟ أحسنتم صار وما اسمه؟ رائع التنقل لاحظوا معي طلاب الأعزاء أن اسم صار مرفوع كما تلاحظون ولكن طلاب الأعزاء في حالة أنك قلت صار التنقل باستخدام المتر ووقفت هل يكتمل المعنى؟ أحسنتم لا يكتمل المعنى لذلك جاء الخبر متمما للمعنى انظروا صار التنقل باستخدام المتر سهلا هنا فهمت المعنى من الجملة ولاحظوا طلاب الأعزاء أن خبر صار منصوب أدخل كان أو صار أو أصبح على الجمل الآتية وغير ما يلزم ألف السماء صافية هيا ندخل الفعل الناقص عليها كانت السماء صافية أحسنتم الحدائق جميلة بورودها الملونة هيا بنا أحسنتم أصبحت الحدائق جميلة بورودها الملونة هل لاحظت طالب العزيز إضافة تاء التأنيف إلى الفعل الناقص عندما يكون اسمه مؤنثا كالسماء والحدائق جيم العنب زبيب لذيذ أحسنتم صار العنب زبيبا لذيذا ما المعنى الذي أفاده الفعل صار أحسنتم أفاد التحول حيث تحول العنب إلى زبيب لذيذ هيا بنا طلاب الأعزاء نتناول نموذجا في الإعراب اقرأوا الجملة كان السباق سريعا هيا بنا نعرب كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح السباق أحسنتم اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة سريعا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة أعرب ما تحته خط في الجملة الآتية صار الماء جليدا بسبب البرودة هيا طلاب الأعزاء نعرب صار أحسنتم فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الماء بارك الله فيكم اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة جليدا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة هيا طلاب الأعزاء نعرب هذه الجملة ترى ما الجديد فيها أعرب الجملة الآتية أصبحت الطالبة مجتهدة الكلمة أصبحت إعرابها أصبح فعل ماضي ناقص مبني على الفتح وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب الطالبة اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة مجتهدة خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة إذن درسنا طلاب الأعزاء كان وأخواتها واتفقنا أنها أفعال ناقصة تدخل على الجملة الإسمية فيبقى المبتدأ مرفوعاً ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي صارة تفيد التحول من شيء إلى آخر أو من حالة إلى حالة أخرى أصبح تفيد اتصاف اسمها بالخبر في الصباح إضافة إلى معنى التحول مثل صارة آمنوا أن تكونوا استفدتم أعزاء الطلبة من هذا الدرس إلى اللقاء لا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس وكذلك الإجابة عن أسئلة التقييم الأسبوعي لما تعلمته هذا الأسبوع ثم إرسال الإجابات إلى معلمك إلى اللقاء